في السماوات ترنتون وعويلوا مذبها قام ناعيا جبريل أصبح الكون داجيا لون حزنا فهل المرتضى علي قتيله يا حساما أرد الوصي شباه فيك قد أردي الهدى والرسول والنبيون والشرائع طرًا وأصيب التكبير والتهليل يا ليالي الصيام من كان يحييك بسيف بن ملجم مقتلو خضبات منه شيبة أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديد جديد تأمل في الكلمات مولانا عليكم السلام أجورين شيخنا الله يفيبكم وعودكم إن شاء الله أيها المسجد المعد لذكر الله ذكر الإله فيك جديد خضبت منه شيبة وهو في المحراب عن ذكر ربه لا يحول حف فيه الغر الكرام بنوه وهو عنهم بحاله مشغول فدعوه وفي القلوب حريق من جوى الحزن والدموع تسيلوا يا ربيع الأيام من للأيام واليتام إن غاب عنها الكفيل يا قتيلا بكاه قرآن طه وبكته التوراة والإنجيل بطل ونينة والدمع هلو تحدار صابغ بدم الرأس وينادي يشبر هذا الذي مكتوب لي من عالم الذار من عالم التكوين هالضربان كتبت آه أنا الذي ما هاب من خيل ولا أرجال ولا هاب من خوض المنايا وخوض لهوال ولو حاربت بالكون به حل زلزال قلبي فلا تروع ولا الزندين شليت يا علي اسمي أنا معروف بالشدات الأصعاب وبوك وبوك تدري ما يهم براسه صواب وشوف يبني طحت من ضربة المحراب وضربة الطاغي شغت الهامة ونزلت صليت أنا بصفين في حومة ميدان وشغيت لجة من النبل والبيض والزان ولا سطب هالجسد بتار والاسنان شال وفوق الروس والضجار تفعت وزينب تنادي هالذي محمول من وين بل اخبروني يا أخواني حسن وحسين قال هيا مخدر سيد الكونين في الحال لطمت راسها وللقاع خرّت آه وعلي الحمد لله وإن أتت دهر بالخطب الفادح والحدث الجليل وأشهد أن لا إله إلا الله ليس معه إله غيره وأن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن معصية الناصح الشفير العالم المجرب تورث الحيرة وتعقب الندام كلمات أمير المؤمنين تورث الحسرة أو الحيرة وتعقب الندام وقد أمرتكم في هذه الحكومة أمري ونخلت لكم عن مخزون رأيي لو كان يطاع لقصير أمر فأبيتم علي إباء المخالفين الجفات والمنابذين العصات حتى ارتاب الناصح بنصحه وظن الزند بقدحه فصرت وإياكم كما قال أخو هواز أمرتكم أمري بمنعرج اللواء فلم تستبين النصح إلا ضحى الغدي ترجمة نانسي قنقر